غفران الله بيلمس كل نواحي الحياة وأكيد إذا حكينا عن غفران الله بدنا نتكلم عن الغفران كيف ممكن نغفر أو نمنح هذا الغفران زي ما تكلمنا قبل كده يا خنزار أنه عمل المسيح الكامل على الصليب نتيجة بتاعته أنه حصلت مصالحة بين الإنسان الصاقط والله القدوس المحب العادل من خلال يسوع فهو كان الوسيط الوحيد وهو اللي أتمم المصالحة بس من نتائج هذه المصالحة أنه تمت مصالحتنا مش بس كل واحد بينه وبين الله لكن أيضا تمت مصالحة ما بين بعضنا البعض نعم وتمت مصالحة النفس كمان فهنا الكتاب يعلمنا أنه صالحة الاثنان معنى بتكلم عن مين الاثنين اللي كانوا دايما ضد بعض اليهود والأمم والأمم فتمت مصالحة الاثنين مع بعض وبهذه المصالحة صالحنا في جسم بشريته مع الله فهنا العملية المصالحة المتكملة والمكتملة ما ينفعش أنا أقول أنه أنا تصالحت مع الله وأنه أنا غفرت خطياي وعندي مشكلة بيني وبين أخي في الإنسانية مش بتكلم كمان على أخي المسيحي وبس كمان في مصالحة مصالحة إن أنا أقبل أنا عارف إن ممكن ميكون الشيء قبل الله طبعا الكتاب هنا بتكلم على يهودي وأممي في المسيح ده المؤمنين لكن كمان بيمتد إلى أنا أمد المصالحة زي ما تكلمنا باركوا لعنيكم أحسن ومبغضيكم صلوا من أجل كل الذين يسوئون إليكم ويضطهدونكم فعشان كده بنحب حتى الأعداء المصالحة والغفران بتخلينا طالما أنا تصلحت مع الله فأنا بثبت في الله أخدت الطبيعة الجديدة في حياتي بسكن الروح القدس فرغباتي هي رغبات الله وما هي رغبات الله إنه هو محب وبيغفر فأنا باخد من هذه الصفة وبصبح زي الله في حياتي أحب وأغفر لكل من يسي إليه بعد إذنك دكتور أمال إذا ممكن هأرى من رسالة بولوس الرسول إلى أهل كورنتوس إصحاح 5 من آية 17 إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه هذه العلاقة العمودية غير حاسب لهم خطياهم وواضعا فينا أنا وأنت كلمة المصالحة إذن نسعى كسفرة عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله ده صحيح يعني كله كل اللي حكيته في جملة واحدة هي دي خدمة المصالحة خدمة المصالحة فأول هدف قدامي أنا كمؤمن قد تصالحت مع الله على حساب عمل المسيح الكامل أول هدف إنه يكون عندي خدمة المصالحة أنادي تصالحه مع الله طيب لو أنا في واحد زعلان مني أو غير متصالح معايا سواء في الكنيسة أو بر الكنيسة على فكرة أفسس أربعة بيقول كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح لازم نكون متسامحين لازم ناخد هذه نغفر لمن يسيء إلينا عدد أفسس خمسة نبي يقول كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء وسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلها لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة إذن محبة المسيح اللي تنساكب في قلوبنا بالروح القدس المعطلين بتنعكس وتمتد للآخرين مهما كانوا قد أساءوا إلينا